تفاصيل ضبط موظف بتهمة صرف معاشات بأسماء وهمية أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط موظف بجهة حكومية بتهمة استغلال موقعه الوظيفية وتسجيل بيانات ليس لها أساس مستندي بأسماء وهمية كمستفدين لأصحاب معاشات لصرف معاشاتهم على مجمدات المعاشات عن طريق البنوك مستغلا عمله بالتزوير في المحررات الرسمية كما اتفق المتهم مع موظف بأحدى شركات المواد الغذائية على إعطاءه اسم أحد الأشخاص من أهل السقة لتحرير شيكات بنكية باسمه صادرة من الجهة المختصة للعملين بالقطاع الحكومي ليس لها أساس مستندي مقابل مبالغ مالية وبضبط الأخير عصر بحوزته على شيكين بنكيين منسوب صدورهم للجهة الحكومية محل عمل المتهم الأول باسم سيدة ومسحوبين على أحد البنوك بقيمة مالية بلغت قرابة 65 ألف جنيه تم اتخياذ الإجراءات القانونية اللازمة إذ أعجبك الفيديو وعزيز المتابع من فضلكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد